بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الحبيب طلبت وطلبات الصف الرابع معلش أنا أمكن اتأخرت شوية في بداية الوحدة التالتة لأن إحنا كان لازم نأخذ راحتنا في مذاكرة أول وحدتين لأن إنتوا عارفين المنهج تير شوية على الطلبة ونحل عليهم امتحانات كتير يعني أنا عملت امتحانين على الوحدة التانية وكذلك الوحدة الأول لقيت ناس كتير بيطلبوا مني أن أنا أستعجل وأبدأ في الوحدة التالتة فأنا إن شاء الله قررت النهاردة أن أنا أبدأ فيها الوحدة الأولى كنا بنتكلم فيها عن الإنسان وجسم الإنسان والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي يا رب تكونوا استوعبتوا الموضوعات ديت وحفظتوا كلماتها كويس وتكلمنا عن المشكلات الصحية اللي ممكن تقابل الإنسان وإزاي نحل لها الوحدة التانية اتكلمنا عن الحيوانات لو تفتكروا طبعا الوحدة التالتة من الواضح زي ما أنتو شايفين بقى إيه اللي لسه ما تكلمناش عليه النباتات هنتكلم على النباتات الخضراء وهنتكلم عن كل حاجة تخص الزراعة بالتفصيل زي ما أنتو شايفين عنوان الوحدة YR Plant Screen ليه النباتات خضراء نبدأ بسم الله بس قبل ما أبدأ أحب أعرف بس حبابين لأول مرة شوفوني إن أنا مجمعة كل فيديوهات الصف الرابع في قوائم التشغيل بيدغطوا كده على عنوان فوق في القناة اسمه قوائم التشغيل نضغط عليه بنلاقي قائم التشغيل مكتوب عليها الصف الرابع فيها كل حاجة ما فيش حاجة بفضل الله نقصه ونبدأ بسم الله لسنوان درس الأول Plants and Seeds النباتات والبزور تمام؟ قبل ما أبدأ الدرس أتمنى حبابين تعملونا لايك للفيديو عشان يرتفع ويوصل لأكبر عدد ونبدأ كده نقرأ الكلمات قبل ما هنقرأ الكلمات عايز أقول لكم على حاجة إن الكلمات دي كلها بتدور حول محور عملية الإنبات يبقى إحنا هنتكلم في الدرس عن إزاي يعني عملية الإنبات بالتم الإنبات اللي هي الزراعة من أول أرمي البزرة في الأرض لحد ما تطلع وتبقى نبات عملية الإنبات اسمها إيه؟ The Germination Process The Germination Process Germination يعني إنبات وبروسس يعني عملية تعالوا بقى نقرأ مع بعض الكلمات كده ورقة شجر واخدينها قبل كده على فكرة Leaf بزرة Seed وردة أو ظهرة Flower جزر Root الجزر ده اللي هو عليه السهم ده اللي ما برمي البزرة وسقيها ومية بعد كام يوم بتروح مطلعها على الجزر ده تحت الأرض اسمه Root طيب التربة التربة اللي هي الأرض الزراعية نفسها اللي بزرع فيها مش أي طبعا مش هزرع في أي تربة مش أجي على أي حتة أرض وازرع فيها لازم تكون تربة زراعية اسمها سويل ما هي سويل طيب أنا رميت البزرة وبعد كام يوم عملت الجزر ورحت مطلعها لي حتة خضر صغيرة كده دي اسمها فسيلة أو نبتة اللي هي Shoot طيب يروي وطر ده وطر يعني ما يامس وييجي كفعل بمعنى يروي تمام كده يبقى دي كل الكلمات الموجودة في الدرس الأول وقلنا إن عملية الإنبات اسمها The Germination Process تعالوا معايا لما نشوف الأفعال الموجودة في الدرس ينمو أو يكبر Grow يجد Find جايب لك Found جنبها ده الماضي بتاعها وجد يعني يصبح Become يزرع Plant خلي بالكو Plant دي لها معنين يأما يزرع كفعل يأما كاسم بمعنى نبات يموت Die طيب تعالوا معايا على Other Words كلمات أخرى Balcona Balcony Balcony يسمى Is called بالداخل Inside Awesome يعني رائع أو مذهل تمام دي كل الكلمات الموجودة في الدرس تعالوا بقى ما نشوفه وعايز مننا إيه في الدرس ده ألبت الصفحة لقيته بيقول لي إيه ندرس في هذا الدرس عملية الإنبات The Germination Process إيه هي من أول ما برمي البذرة في الأرض لحد ما بتبقى نبات أول خطوة نضع البذور في التربة Seeds المطلوب منك طبعا مش المطلوب منك أن أنت هتحفظ الخطوات لأن دلوقتي برضو أنا عارفة أن كل أم قاعدة جنب ابنها أو بنتها الدرس صعب عليه وبتقول أنت هتحفظ الخطوات دي لا هي مش حصة زراعة هو كل ما على التلميذ أنه هو هيحفظ الكلمات فقط لغير سويل ويفهم الجمل طبعا يفهم الجمل وهو لو حفظ الكلمات كلها هيفهم الجمل سويل يعني تربة زراعية وسيدز يعني بذور يبقى إحنا حطينا البذور دي في التربة دي تمام كده؟ طيب الخطوة الثانية كم بري البذور طيب هو كتبها لي بالعربي ليه لأنه مش مهم أن أنا أعرف الخطوات بالإنجليز لأنه المهم عندي الكلمات يروي يعني ووتر يروي يعني إيه ووتر سري بعد ما روي البذرة إلا هيحصل تنمو البذور وتكون جذر آه الجذر ده اللي أنا عايز أعرفه بقى اللي يهمني يعني إيه جذر؟ روت تمام؟ أهو الجذر ده مش ده ده اللي تحت الأرض ده طيب بعد كده رقم أربعة يتطور الجذر إلى ساك ساك يعني إيه؟ ستم خلوا بالكو بصوا معاي ده جذر أهو شايفين الساك؟ اللي هو العصاية دي تمام؟ ده الساك طلعت من الجذر اسمه ستم ينمو على الساك أوراق الشجر أهي أوراق الشجر دي اللي هي ليف سأخلي بالكو أنا من شوية في الكلمات قلنا إن ورقة شجر يعني ليف أخيرها إف لما جي جمعها حول إف في الفي في إي إي إس تمام؟ طيب بعد ما طلع أوراق شجر إيه اللي حصل؟ بيطلع بعد كده آخر حاجة بقى الظهرة اللي هي فلاور اللي هي إيه؟ فلاور ثم تكون الظهرة النبات بعد كده بيطلع بقى النبات يعني الفلاور الظهرة تطلع بعد كده النبات اللي إحنا عايزين نزرع اللي هو المقصود اللي إحنا نزرعه بيظهر آخر مرحلة طيب تعالوا معي بقى تحت هنا في محادثة بين أب وبين ابنه بيتكلموا عن زرعه معين زرعه في البلكونة هنقرأ الحوار كويس جدا عشان هنحل عليه أسئلة هركزوا معي سهل جدا على فكرة ما تقلقوش خالص إن شاء الله كل حاجة هتعديه وهتمتحنه هتجيبه الدرجات النهائية في الامتحان إن شاء الله بس زي ما أنا بقول احفظوا الكلمات أو البول وحلوا تدريبات كتير داد وسليم داد وابنه داد بيقول لو الأب come and look تعالى وأنظر what is it dad ما هذا يا داد قال له our tomato plants are growing on the balcony بنباتات الطماطم are growing بتكبر أو بتنمو في البلكونة look can you see هل أنت تستطيع أن ترى the leaves and the flowers الأزهار وأوراق الشجر فقال له oh yes but the but why are y دي يا حبيبي اللي مش عارفها يعني لماذا why are the tomatoes green الطماطم إن احنا نعرف إن هي خضرة فسليم شافها اللي هو الإبن لقاها خضرة فبقل why are the tomatoes green قال له أبو قال له tomatoes are green before before يعني قبل الطماطم بتكون خضرة قبل ما تكون حمرة before they are red طيب قال له how do we grow new tomatoes طب بنزرع إزاي طماطم جديدة إحنا الطماطم طلعت هاي افرض أنا عايز أزرع بقا طماطم جديدة أعمل إيه وبقال له tomatoes have seeds inside الطماطم فيها بزور بالداخل جواها في بزور لما نجي نفتح الطماطمية كده بنلاقي بزور we can take the seeds إحنا نستطيع إن إحنا نأخذ take يعني إيه نأخذ البزور and grow new tomatoes ونزرع أو نه طماطم جديدة إزاي we plant نزرع a seed بزرع and the plant grows بنزرع بزرع في التربة فالأرض والبزرة دي بتكبر that's called germination ده اسمه in bed germination we water the plant بنبدأ بقا نروي أو نسقي النبات ده everyday everyday يعني إيه كل يوم and the roots grow under the soil خلي بالكو الجزور تنمو under يعني تحت الطربة تمام كده the plant grows flowers تمام النبات بينمو على هيئة أزهار flower يعني إيه أزهار and the flowers بعد ما الأزهار تطلع and the flowers become become يعني إيه حبيبي يصبح tomato fruits كلمة fruits يعني إيه فواكه هي الطماطم فاكهة آه بيقول بيقولوا إن الطماطم تعد أو تعتبر من الفواكه يبقى كلمة fruit يعني فاكهة فاسليم قال له that's awesome ده شيء مزهل فعلا سبحان الله الخارق العظيم إحنا لو تفكرنا وفكرنا شوية في موضوع الإنبات هللاقيه فعلا شيء معجز من معجزات ربنا سبحانه وتعالى that's awesome and I found a red tomato أنا لقيت طماطمية حمرة أي I found لأ وجدت الماضي بتاع find a red tomato let's have it for lunch يلا ناخدها عشان الغداء كلمة for lunch يعني عشان الغداء أو من أجل الغداء تمام كده ولت سيدي أحب أفكركم بيها يعني هيا بنا وبيجي بعدها الفعل في المصدر طب تعالوا معي نحل بقى أسئلة صفحة 101 على المحصة دي الأول وبعدين هنشوفه وعايز إيه بعد كده where are dad and slim أين dad and slim موجودين فين في البلكونة أقولها إزاي in the balcony أهي بالشكل ده they are in the balcony طيب what are they talking about بيتحدثوا عن إيه they are خلي بلكم ما جاء أجاوب إجابة كاملة طبعا بشيل كلمة الاستفهام اللي هي what بدل ما هي are they لأ برجحها بقى بخليها they are بعد الجملة they are talking about the germination process يعني بيتحدثوا عن عملية الإنبات طيب what do they want to do نكستهم عايزين يعملوا بعد كده they want to they want to grown new tomatoes عايزين يزرعوا نباتات جديدة طماطم جديدة هاي لو رجعتوا معايا للمحادسة تاني ابنه بيقول له how do we grown new tomatoes فقال له بناخد الطماطم فيها بزور بناخدها و ناخد البزور اللي جواها ونزرعها ونسقيها بالمية كل يوم ودي اسمها عملية الإنبات طيب تعالوا معايا التمرين اللي بعد كده عبارة عن كلمات اللي احنا أخدناها في الدرس النهاردة وجايب لي الصور وهنعمل مقارنة احنا مش هنوصل انا عايزاكوا تعملوا ايه وصاد النقطة الزرقة دي تحطوا رقم الصورة ازاي يعني ليف ورقة شجر ليف يعني ايه ورقة شجر فين يا حبابي ورقة الشجر هنا اهي اف واخد الحرف اف احط اف هنا تمام طيب سويل يعني تربة سي احط سي هنا روت جزر بي احط بي هنا جنب النقطة دي شوت اللي هي نبتة او فسيلة ايه احط هنا ايه بدل ما هم وصلها والتوصيل مش غلط بس النظام احسن يعني ما تحطوا حروف كده قصاد الارقام هيبقى شكل الاجابة اجمل واحسن سيد بزور فين بزور اهي ايه يبقى احط هنا ايه طيب فلاور زهرة دي احط هنا دي هعملها لكم دلوقتي بالشكل اللي انتم شايفينه ده يا حبابي كده اهو حتى كده الاجابة شكلها اجمل وارقى يعني طب تعالوا معايا بقى على السؤال اللي بعد كده مديني كلمات ومديني شكل توضيحي ازاي عملية الانبات بتتم دي المفروض ان هي الطربة وانا رمية البزرة خلي بقى لكم هنشوف بقى ازاي بنتم عملية الانبات وجايب لي كلمات احطها على النقط leave roots seed shoot soil هو ليش هطب على كلمة seed لان هو وحط كلمة استعمل seed فعلا خلاص خلاص number one دي seed نشوف كده هنعم هنشتغل ازاي طيب number one seed البزرة هي number two هنا بعد ما حطت البزرة وسائتها بالمية عملت ايه زي ما انتوا شايفين جزر number two هكتب هنا جزر فين جزر هنا roots هكتبها في number two طيب number three راح تقل الجزر راح مطلع في السيلة او نبتة اهي بتطلع قبل الساق طبعا دي اسمها ايه اسمها shoot اهي دي احطها في number three طيب number four جايب لي بيشاور على ورقة الشجر ورقة الشجر يعني leave وخفيف بيشاور لي على الساق اللي هو هه بيشاور على ايه المفروض ان five دي هتبقى اللي هي الساق هو مشاور على الساق زي ما انتوا شايفين والساق يعني stem فكلمة stem مش موجودة هنا هو على ما يبدو فيه خطأ في التمرين لانه هو هنا مشاور لي على الساق يبقى المفروض اكتب هنا stem والstem مش موجودة هنا فتمام مش مشكلة هو طبعا مش هيبلي في الامتحان تمرين زي ده ده تمرين توضيحي بيوضح عملية الانبات بس فانا لو حبيت اتكلم اقول دي البزرة و number two طبعا زي ما هو واضح جدا ده الجزرة هون number two مش هينفع اقول هنا سويل اللي هي الطربة لانه هو مشاور لي على الجزر و number three هنا مشاور لي على النبتة اللي هي شوت وبعد كده number four مشاور لي على ورقة الشجر اللي هي ليف وهنا مشاور لي على stem يبقى اكيد كلمة سويل دي كان المفروض يكتب بدلها stem تمام يبقى احنا هنحل على الاساس ده تمام كده زي ما انتو شايفين يبقى number one seed two roots three shoot four leaf بعد كده انا كتبت stem بدل سويل لان هو يعني حصل خطأ مطبعي كان المفروض يقول هنا stem لو هو جايب للسهمة على المنطقة دي كنت قلت هي دي السويل اللي هي الطربة بكده حبيبي نكون الحمد لله شرحنا الدرس الاول وقارينا كلماته وحلينا عليه وقارينا جزء listening وال reading اتمنى تكونوا استوعبته واتمنى ان شاء الله قبل ما اعمل فيديو الدرس التاني تكونوا متابعيني تكونوا مذكرين الدرس الاول كويس جدا وحافظين كل الكلمات بتاعته واتمنى تعملون رايك للفيديو واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته